إيه الأسئلة يعني برضو بعض الأسئلة المهمة اللي بتدور حول نقطتين النقطة الأولى هو هل الماستربيشن أو العادة السرية تؤثر على القدرة في مرحلة الزوال دي سؤال علمي مهم دي حقيقة يعني هو الموضوع ده بيتم تناوله من نقطتين النقطة الأولى من ناحية الطبية ومن ناحية الدينية دي احنا مش بتاعتنا بس ناحية الطبية أن ممارسة العادة السرية بشكل متكرر بيخلي الشخص يتعود على إصارة نفسه بطريقة غير معتادة وبالتالي لما ييجي بقى في الزواج بيلاقي نفسه المسير اختلف تماما فبيحصل سرعة قذف بطريقة مرعبة الحاجة التانية أن مع الاستخدام العادة السرية بشكل متكرر بشكل يعني في اليوم أكتر من مرة بيحصل تغيير في طبيعة النسيج نفسه اللي هو بنسميه النسيج الكهفي بتبدأ طبيعته بدل ما هي نسيج مرن يبدأ يحصل فيه نوع من التيبس هذا التيبس اللي بيحصل في النسيج يجعل تمدده صعب وبالتالي القوة الضغطة على الأوردة عشان تقفلها ضعفة فبيحصل الحاجة اسمها تسريب وريدي ويحصله برضو ضعفة في الانصاب بس دا على المدى البعيد وبالتالي لها ضرر على موضوع العلاقة الجنسية من ناحيتين أول حاجة وأشهر حاجة بتعملها وأكتر حاجة بتعملها سرعة القذف بان بشكل واضح نمرأت نين على المدى البعيد في بعض الحالات بيحصل برضو ضعفة الانصاب ودي نقطة برضو نقطة جدلية بين كتير من أطبع لكن هو لو فكر بالعال هو أنا لما المستربيشن أو الاستمناء باليد أنا أباره عن احتكاك بجسم خشن طيب هو الاحتكاك المتكرر بجسم خشن على طول مش هيعمل نوع من الانتهاب البسيط في أوله اللي بنسميه كتارة الإنفلاميشن اللي هو الانتهاب اللي هو البسيط في أول درجات الانتهاب الكتارة مع الوقت أي انفلاميشن أو أي التهاب هيحصل له نوع من الهيلنج أو الالتقام بيلتقم بنسيج هو نفسه بيكون أكثر تهيبوسا من النسيج العادي طيب ومعروفاً النسيج الكافي ده نسيج قابل للتمدد لما درجة التأبس بتاعته تزيد بدل ما كان تمدده بمساً بيوصل لهذه الدرجة هي إلا أكتر وبالتالي الضغط على الوريد اللي موجود على قارجه هي إلا هيحصل ما يسمى بتصيب الوريد